سلام عليكم اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة لو اول مرة تشوفيني انا اسمي ايمان ويقروا بي على الفيسبوك كنت بعمل فيه يعني تورات وحلويات اسمه امي كيك لو اول مرة تشوف القناة تشترك بيها ودوسي على الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو جديد فيديو النهاردة ان شاء الله هيبقى ازاي تلمعي حوض المطبخ ده حوض المطبخ بتاعي او اي ستل ستيل موجود في مطبخك مثلا الحنفيات ستل ستيل اللي في البوتجيز الحنفيات اللي في الحمام يعني اي قطعة فيها ستل ستيل ممكن بمنتهى سهولة لتخليها بتبرق كده زي دي وبتبقى بتلمع كأنها مريات يعني بمنتهى سهولة من غير من استعمل اي مواد مضرة او فيها كيمويات دي كلها حاجات مواد طبيعية موجودة عندك من مطبخك يعني انا كنت دايما بخلي بتوع المطبخ يجو يعملوي لما عوض التنر وكنت بفضل اكوح طول اليوم لانه بيبقى ريحته صعبة جدا وكمان بعد ما بيمشوا على طول كان المطبخ بيلطر في ساعتها وما بيعودش كتير يعني وكمان كانوا بيبقوا بعد ما بيعملوه بالتنر بيدونوه بالزيت كده فكان بيبقى اي حاجة بيجي في بيلطر ده كان منظر المطبخ قبل ما لماعه بصو كان الحيطة اللي استلس عاملة ازاي ملطاشة خالص انا كنت لسه غسلة المواعين وبرضو ايه مع المهم جيت بقى علشان المع قدامكم كده عشان تعرفوا ايه هو بيتعمل ازاي بتجيبي كاربونات سوديوم ونص لامونة وشوي تخلي زي ما احنا شايفين بس ثلاث حاجات دول وخلاص يعني انا حبيت افتكوا بالمعلومة دي علشان تنفعوا بيها برضو يعني مثلا تعملوا شير للفيديو عشان الناس كتير تستفيد وما تبخلوش يعني على حد بمعلومة يعني انت مثلا لكي قريب اي حد تعرفي اعرفي المعلومة دي لانها سهلة وبسيطة وما بتخدش وقت زي ما انو شايفين وطبعا احنا ما جبناش حاجة من بره هو اللمون موجود والخل والكاربوناتو اللي هي بيكنج سودة اللي بنعمل بيها العرقصوص دي او بنحطها سعاد في الكيك عندنا كلنا لو مش عندك بيجي بيها من العلاف او من اي عطار بيتبقى متوفرة عادي وكمان رخيصة مش غالية يعني بتعملي بقى بتمسكي بقى النص لامونة وتوادي بقى تدعكي بيها كده كل المناطق اللي انت شايفاها ملطشة ومجيارة بتاعت بيبقى فيه صادة كده كمان في الحوض حاجة صادة كده مش عايز يطلع بيطلع باللمون والخل والكاربوناتو يعني انت بتروش الاول الكاربوناتو وبعد كده بتاخد نص لامونة دي تسقطيها في الطبق اللي فيه خل وتوادي ايه تدعكي تعملي بصوا يعني انا قبل حتى بعمل اي حاجة تحسوا فيه لمعة كده مع ان انا لسه لا شطفت ولا اعملت حاجة بس هتحسوا طبعا لسه فيه خطوة تانية بعد ديه بس خطوة سهلة طبعا هتشوفوا كل الفيديو وهيعجبكم جدا ان شاء الله وياريت بقى شير ولايك وتجربوه وقلو لي رأيكم زي ما انتو شايفين بقى تعملي كل وشايفين بقى السنيات دي بيبقى فيها رواصب كده وبواقي اكل وحاجات كلها بيحصل فوران كده الخل معلمون الفوران ده بيطلع كل حاجة برضو بقى عملت الحنفية طبعا بقى كل اللي بيبقى على المناسبات بقى على الاعياد والناس كلها بتحب ايه تلمع كده تستقبله رمضان كده والشقة بتبرق يعني ممكن تعملي الموضوع ده مثلا مرة في الاسبوع يعني مش كل يوم يعني هو بيفضل لمع بعدها شوية كتار يعني بيفضل اللمع فيه بعدها شوية كتار فيه بقى حوالين برضو المصفى كده بتبقى ساعات فيه حاجات صفرة كده حوالين المصفى اللي في الحوت دي بيحصل فوران جامد بقى تحط في الحتة دي كتير يعني حط فيها شوية كتير انا مستعملتش غير نص لامونة وشوفوه شوية البيكينج سو ده اللي كانوا في الفنجان الصغيرين دول ما خلصوش ما خلصتهمش وتقريبا كوباية خلى او اقل كمان وهي نص لامونة دي بس عملت ايه اعملت الحيطة بص حوالين الفيشة كان حاجات كده يعني لو بالسلك اللي استلس ما بترضوش لو بالسلك النعم ما بتطلعش طلع بمنتهى السهولة بالحاجات اللي انا بعمل بيها دي يعني ممكن برضو ايه تبقي تعصوري في اللامونة كده على الخل وتعملي برضو انا كده كنت بعمل في الحيطة اللي ورا الحنفية فما كانتش باين قوي دي كانت اكتر حيطة مضيقيني بس هتشوفوا في الاخر اللي مع رهيبة يعني بقى شوية خلي كده روح تدلقاهم في الحود وبعدين بقى جبت نقطتين صابون سايل اي نوع على الليفة دي ليفة اللي هي البلاستيك العادية دي وبتدعكي كده مش جامز يعني من غير ما تشتفي ايه طبعا ما تشتفيش الخل والكربونوتو اللي احنا عملناه بس ايه بنقطتين الصابون والليفة وتدعكي دعكة بس بسيطة كده ونخلي بالنا بقى علشان الفيشة دي يعني لما تيجي تشتغلي من فوقيها كده بفوطة يعني لو عندك فيشة زي كده من فوقيها بفوطة يعني علشان ما تتكهربيش لان انا هشتف دلوقتي فهبل الفوطة وهشتف الحتة اللي فقيها بالفوطة مش هنزل عليها مياه رغم اني حطى الكوفر اللي عليها ده بس برضه بصوا واضح قوي يعني انه هو بيلمع من قبل حتى ما نعمل عملية الشطف شايفين اللمع فيه واضحة ازاي انا ولا سبته يتنقع ولا حاجة كله وانا وقفة معيك هو والله بس بعد كده بقى هعمل هشتف انا عندي الحنفية بتاعتي سهل ان انت تشديها كده زي الدش والتشطفي بيها شطفته بقى كله كويس بس ايه بعدها لازم بقى نخلي بالنا ان احنا بعد ما نشطف بيبقى فيه مياه كده على الستالستيل نفسه لو ما ناشفتيهاش بفوطة بجيبقى كأنك ولا عملت حاجة المياه النقط بتفضل عاملة معلمة كده في الستالس فاللمع دي كل اللي انت عملته ده هيروح فلازم بعد ما تخلصي شطف بفوطة نظيفة كده وتنشفي او بصوا انا كده شطفته بس لازم تنشفي برضو بصوا ما شاء الله بيبرق ازاي لازم تمسكيه كله تنشفيه كويس جدا فوطة نظيفة علشان ايه المياه لو نشفت عليه نقطة المياه دي هتضيع كل اللي احنا عملنا ده اتمنى الفيديو كون عجبكو اه وتعملوا شير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلك مني كل يوم فيديو جديد اه واشوفكو على خير ان شاء الله اه في فيديو قادم باذن الله اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة